سريعاً جداً أطمن حضراتكم على السولاية للناس كتير جداً قالت أنه واحد من أسباب اهتزاز مستوى النادي الأهلي مع كامل التأدير والاحترام للسولاية قائد وإمكانياته والحقيقة الفترة الأخيرة فهي بشكل كبير بس صعب أنه فرقة بحجم النادي الأهلي النجوم اللي موجودين في النادي الأهلي يعني أو أن أداء النادي الأهلي يهتز بسبب لعب أين كان ده مش مقبول لجماهير النادي الأهلي بس إن شاء الله بإذن الله طب منكم على السولاية طبعاً هو عنده شد من الدرجة المتوسطة في العضلة الأمامية وده طبعاً رغم أن الفرقة كلها خدت راحة لكن السولاية مكمل برنامجه العلاجي اللي هيستمر يمكن حوالي ثلاثة أسابيع وزي ما أكد دكتور أحمد أبو عبلا أنه بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي وخد بالفعل حقنة بلازمة إن شاء الله يعني تعجل بشفاء ورجوع مرة تالية كمان محمود متولي هي الإصابة بتاعة السولاية تحديداً في عضلة السمنة وإن شاء الله بإذن الله شد من الدرجة المتوسطة وإن شاء الله بإذن الله أسبوعين ثلاثة يعني إن شاء الله يكون جاهز قبل كاس العالم لأندي كمان من الأخبار الخاصة بإصابات الفريق محمود متولي اللي احنا في انتظار عودته ورجوع المستوى لأنه أعتقد هيكون إضافة كبيرة جداً سواء لخط النص أو لخط ظهر النادي الأهلي محمود متولي هو الوحيد اللي استمر في قطر عشان يتم الاطمئنان على البرنامج التأهيلي اللي اتحطله عشان يتعافى من الإصابة بالتمزق في العضلة الأمامية محمود متولي مستمر في قطر لمدة أسبوعين بيخضع لمتابعة من الطبيب المعالج لي وهو خبير ياباني اسمه صان والمشرف على البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي ليه خبير إنجليزي وهيستمر برنامج ده في قطر لمدة أسبوعين إن شاء الله لغاية لما يرجع محمود متولي بالسلامة